موسيقى طالما احنا بنتكلم عن ميديا يعني احنا الخدمة تابعتنا ميديا خدنا في السيناريو من بداية حديثك للهدف الاكمل لخطة الله من خلال يسوع المسيح من خلال التجسد من خلال التجسد الله بيعرض على الانسان هذا العرض الصور الجميل تعالى انتقل من العائلة البشرية الى العائلة السماوية تعالى انتقل من الارتباط بآدم والاتحاد بآدم تعالى انتقل الى الاتحاد بالمسيح تعالى انتقل من الاتحاد بالترابي الى الاتحاد بالسماوي تعالى انتقل من عائلة تحت سيطرة الخطيئة والموت الى عائلة حرة من الخطيئة والموت تعالى انتقل من عائلة تعيش في النجاسة والشر والقتل والدعارة الى عائلة تحيا الجو السماوى على الارض تحيا القداس على الارض تحية النصرة على الأرض طب ده أنا عاوز لكن اسأل كيف رقم واحد إذا أدركت أن أنا شرير إذا أدركت أن أنا خاطئ إذا خدت البالي أن أنا برتكب الخطيئة ولا شك أن كل إنسان أدرك بهذا العمر لا أشك أنه في إنسان ما أدركش أكيد كل الناس أدركه والكتاب بيتكلم أن الإنسان محكوم عليه نعم وبصراحة بسبب العقل والضمير كم واحد عايش في الأرض ضميره مرتاح لا يمكن إلا إذا كان بيكابر وإذا كان بيتبجح فقط لكن كل إنسان صادق مع نفسه ضميره تعبان بسبب الشر ولا شك أن فيه أناس كتير حاولوا يبطلوا الخطيئة وأخذوا عهود على نفسهم وإدروش واتبعوا كل التعليمات الدينية اللي هم فيها مهما كانت الديانة وما إدروش لأنه لا يمكن لأنه لا يوجد مخلص معدوش مخلص فهو بيجاهد بكل قوام ويتبع كل التقوص الدينية بتاعته وفشل بقول لكم الإنسان فشل خبر صار أصرخ من قلبك للمسيح قل له يا يسوع يا ابن الله إذا كنت مش بتؤمن أنه ابن الله معلش قل له يا يسوع يا يسوع ارحمني 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 أنا متأكد الكتاب قال والاختبار بيقول أنه هذا الشخص هينتقل من العيلة دي إلى العيلة دي فورا فورا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة إن كان أحد في آدم فهو خليقة قديمة نعم بس الشرط طبعا أنه أنا لازم أتوب أتوب عن خطايا أقر أعترف أتوب وحط ثقتي وإيماني في الشخص اللي أجا من أجله أنا بغرق مش محتاج تعليمات لكن محتاج منقذ نعم لا يوجد منقذ في هذه المشكلة غير مخلص واحد بس مم